وأفادت مصادر الحدث بأن خطة الجيش اللبناني لنشر عناصره في جنوب الليطاني باتت جاهزة للتنفيذ بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن شرط أي تسوية في لبنان هو الحفاظ على القدرة الاستخباراتية على الجانب الآخر قال محمود قاماتي القيادي بحزب الله اللبناني إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار تتوسط في الولايات المتحدة بين الجماعة وإسرائيل يجب أن ينهي القتال بسرعة ويحفظ سيادة لبنان وذلك في إشارة على ما يبدو لموقف إسرائيل المتمثل في أنها ستواصل ضرب الجماعة حتى في ظل الهدنة قاماتي أضاف في تصريحات لقناة المنار التابعة لحزب الله أنه ليس متفائلاً ولا متشائماً بشأن احتمالات التواصل إلى هدنة من بيروت تنضم إلينا مرسلة الحدث غنوة يتيم مساء الخير غنوة ومن القدس تنضم إلينا الصحفية هيبام صلحة أهلاً بكما أبدأ معك غنوة كنت تتبعين كل هذه اللقاءات والتي تنوعت وتوسعت في هذه الزيارة لهوكشتاين لبيروت على مدار يومين بحسب مصادرك إلى ماذا تم التواصل فيما يتعلق بكل النقاط الخلافية بحسب المصادر يعني الوضع اليوم في لبنان هو أفضل مما كان عليه أمس أي أن تم تذليل المزيد من العقبات بعد الاجتماع الذي جمع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان مع المفد الأمريكي في السفارة الأمريكية ليلة أمس للحديث أكثر عن النقاط الخلافية والاتفاق حول هذه النقاط الخلافية بطبيعة الحال أمس هوكستين المفد الأمريكي رفض أن يتحدث علانية عما هي هذه النقاط ولكن بات معلوم بأن معظم هذه النقاط تتمحور حول النقاط المتعلقة بالسيادة اللبنانية وبأن اللبنان يرفض أن يكون هناك اتفاق جانبي لحرية حركة إسرائيل إضافة إلى لجنة المفترض أن تتابع علية تنفيذ القرار 17-01 وهذه اللجنة يبدو بأنه تم الاتفاق بأن يكون من ضمن الفريق بأن يكون هناك الفرنسيين الأمريكيين إضافة إلى اللبنانيين إسرائيل والأمم المتحدة وعلى أن لا يكون هناك بريطانيين وألمان ضمن هذه اللجنة إضافة إلى تفسير موضوع حق الدفاع عن النفس وبأن هذا الموضوع أصلا تكفله القوانين الدولية ولكن أيضا كان هناك معالجة لهذه النقطة طبعا بشكل واضح وبشكل صريح ومعلن هناك رفض للحديث عن تلك النقاط من أجل التأكيد لتوصل لوقف إطلاق النار المبعوث الأمريكي كان قد جدد اليوم بأنه تم تحقيق المزيد من الإيجابية في مسار التفاوض وبأنه سيزور إسرائيل والآن طبعا يعني ما ينتظره لبنان هو رد إسرائيل على هذه الأمور هذا ما نحاول أن بطبيعة الحال كان معروف بأن طيب غنوة سعود إليكي ولكن أذهب إلى هيبة فيما تعلق بهذه الزيارة ساعات ويصل أموس هوكشتاين إلى إسرائيل هيبة بعد مساء الخير طبعا ولكن قبلها استبقها هذه الزيارة وزير الدفاع بالتأكيد على أنه لابد من الحفاظ على القدرة الاستخباراتية وأن حق حرية العمل ضد حزب الله في أي لحظة لإسرائيل هو شرط لأي تسوية ما الذي يفهم ما هي الأجواء لديكم هناك في إسرائيل؟ نعم يعني بعد شكوك حول زيارته هي تأكد بأن عاموس هوكشتاين سيصل مساء هذا اليوم إلى إسرائيل وسيجري مشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين يوم غد وستسبق هذه الزيارة جلسة للكابنت الوزاري المصغر في إطار أيضا الحديث عن تسوية سياسية مع جنوب لبنان ومع لبنان هذا يأتي في إطار ما صرح به وتم تأكيده من قبل وزير الخارجية جدعون ساعر وكذلك وزير الدفاع كاتس في إطار مشاورات مع قادة أمنيين بأن إسرائيل ما زالت تصر على حرية العمل العسكري ومنهم مثلا صحيفة والله الإسرائيلية قالت بأن زيارة عاموس هوكشتاين ستأتي في إطار الضغط على الجانب الإسرائيلي للتخلي عن هذا المبدأ تحديدا حرية العمل العسكري في إطار أي خرق للاتفاق أو أي شعور لتهديد على أمنيها إسرائيل ما زالت تصر على لسان مسؤوليها سواء كانوا قادة أمنيين أو حتى سياسيين بأنها مصر على هذا البند في إطار التوقيع الجانب اللبناني كذلك عليه وليس فقط في أخذ ورقة ضمانات من واشنطن وهذا يفسر كذلك بأنه سيعرق التوصل إلى تسوية خاصة